بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا إنك يمتع العليم والحكيم الآن لاحظوا معايا هنا عندنا أعطانا خطأ لوجود السوبر دعنا نمسحها بعدين سنعرف لماذا لأنه الـ Constructors لا يوجده أو عفوا الـ Constructors لا يوجده براميتر هذا الخطأ لكن الآن لا يوجده منه الآن لاحظوا معايا أنشأنا الآن سنتحدث عن الـ Constructors لاحظوا معايا ما الذي حدثنا؟ أنشأت Constructors آخر لا يحسب بمشكلة كيف يفرق بين الـ Constructors؟ بالبرامترات تنشئ أي عدد من الـ Constructors بدون أي مشاكل لا يوجد الفائدة؟ الفائدة أنه لما تجد تنشئ دعنا نرجع هنا عفوا دعنا نأتي هنا نأتي هنا نأتي إلى المسحة لاحظوا معايا أكتبها لك مرة أخرى A X equal نشوف New الآن لما تجد تنشئ بعد New تختار الـ Constructors الذي تريده هذا لهدف من وجود أكثر من الـ Constructors بس انتبه لو أنا كتبت كذا لاحظ Public A Int Y لماذا أعطانا Error؟ ليس الفرق الاسم أهم شيء ما يكون عندي Constructors لو برامتر نوع إنتجر إلا واحد يعني ممكن أنا أقول له كذا لاحظ لاحظ ما سبب مشكلة فالـ Constructors تختلف بعدد البرامترات الآن سويت Constructors فارغ سويت Constructors ببرامتر سوف أقوم بعمل أي عدد طيب جميل نجي هنا New أختار الـ Constructors يمكن أن أقول له الذي بدون برامترات فوقت الإنشاء سيستدعي هذا الـ Constructors سيجعل قيمة الفال عشرة لكن لا سأستدعي لاحظ يمكن أن أقول له AYYY و New A عشرة هنا سيربح يدور في عند A Constructors يأخذ برامتر نوع إنتجر E و F هذا هو سيستدعي هذا الـ Constructors سيرفرق بينها بالبرامترات فتصير في ذي الحالة شوف هنا في الاستدعاء الأول تبع الـ Object X ستصير قيمة الفال صفر تبع الـ X لأنه استدعى الـ Constructors الأول أثناء إن شاء في الثاني ستكون قيمة الفال عشرة لأنه استدعى بالـ Constructors الثاني وعفواً للفوق الأول يعني هنا استدعى بالـ Constructors الأول وهنا استدعى بالـ Constructors الثاني خليني أضيف Constructors جديد مثلاً أقول public a وأقول هنا مثلاً int مثلاً int b لاحظ؟ ليس بارامترين ماذا أفعل؟ أقول مثلاً فال يساوي a ضرب b لاحظ كيف؟ كل constructors يختلف أجي هنا أقول عفواً a z يساوي a مثلاً 2 5 شاهد كيف؟ فأنا كل مرة لاحظة عفواً بعد ما عدنا ما حفظنا المهم الآن لاحظ أكثر من Constructors فالـ Constructors يستدعى أثناء إنشاء الكائن أقدر أسوي أكثر من Constructors يعني Multi Constructors لاحظ أنشئ الكائن x واستدعى Constructors أنشئ الكائن y استدعى Constructors A B 10 هنا أو عفواً استدعيها بالـ Constructors اللي في له integer كبراميتر هنا اللي لوتو integer شايف اختلفت فأنا بالطريقة هذه أعطي خيارات كثيرة أثناء إنشاء الكائن النقطة المهمة لاحظ كلها باسم نفس وكلها تأخذ قيمة إرجاع يعني void هنا فهذا Multi Constructors أو استخدام أكثر من كل استخدام صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى لي وصحبه أجمعين